وكأن مارس 2023 هو شهر بداية انفراج أزمة السيارات في الجزائر وذلك تزامنا ووصول 123 سيارة فيات 500 المستوردة إلى ميناء مستغانام يوم الاثنين فخلال الـ 24 ساعة الأخيرة غزت منصة التواصل الاجتماعي بمنشورات صور فيديوهات وتعليقات لسيارة فيات وسط بهجة وترحيب بهذه الخطوة فهل هي بداية حل لأزمة السيارات؟ وهل سيعرف السوق خفاضاً في الأسعار الأيام المقبلة؟ بطبيعة الحال إعطاء الاعتمادات النهائية لثلاث متعامل اقتصادين لفيات الجزائر وأوبال وجاك يعد بما ثابت بداية الانفراج حيث لاحظنا أن ربما سيارة فيات متواجدة في موالي الجزائرية بطبيعة الحال تعد مرحلة انفراج كبير في سوق سيارات خبراء اقتصاديون يتوقعون انفراجاً في أزمة السيارات معتبرين دخول أولى سيارات فيات 500 مؤشر قوي نحو إمكانية دخول سيارة أخرى منتصف السنة كبداية أولى أو كمرحلة أولى هي علامة فيات وتيجي بعدها علامات أخرى اللي يحتخذ الاعتمادات بصفة تدريجية وهذا رح يصير يكون كاين العرض في السوق يعني حيكون حتى لما يكون كاين عرض في السوق يعني حتى لما يكون طلب عالي ما يكونش كاين انتهازيين وما يكونش كاين مضاربة يعني حيكون انه حنوصل لمرحلة من المراحل انه حيكون كاين موجود سيارات في السوق بأسعار مناسبة مع انه منافسة بين الوكالة بخصوص أسعار السيارات يتوقع أهل الاختصاص بأن الأسعار في البداية ستعرف ارتفاعاً نوعاً ما وهذا عائد لمركة السيارات المستوردة إلا أنه مع مرور الوقت وتوفر السيارات ستشهد خفاظاً واستقراراً في الأسعار أما بالنسبة للأسعار أنا نتنبأ أن الأسعار حيكونوا أكيد حيكونوا أقل من مشكان في الأشهر الثلاثة سابقة لكن في نفس الوقت أنه نقول أنه ما ينتظرش أنه يكونوا الأسعار منخفضة اللي حيكونوا زي قبل خمسة أو ست سنوات بطبيعة الحال الأسعار ستعرف استقرار انخفاض واستقرار وتوازن وهذا طبيعي في ظل مواصلة وزارة الصناعة في دراسة ملفات وكلاء استراد السيارات الجديدة يبقى المواطن في انتظار استقرار أسعار السيارات للظفر بمركبة تلقص عليه تعب وشقاء النقل اليومي